السلام عليكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله هتكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب قبل ما ننسى ودايما في البداية نقولوا اللهم صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أما بعد أعزائي المشتركين نقولكم لماذا لماذا مشتركتش في القناة تشترك وتفعل خاصية الجرس باش يلحقكم كل جديد بإذن الله أما بالنسبة لوصفة تعل يوم سهلة وخفيفة اللي هي الشخشوخة أو الشخشوخة تعل خمز البيت ستقوني من أشهر الأطباق وأروعها نروح مباشرة للمقادير وطريق التحذير وش نحتاجه خياتي نحتاجه الخمز البيت أو يعني يكون عنده يومين ولا يعني يكون يابس ونحتاجه الزيت ونحتاجه أنا درت زوج حبات تعطوه مطاش صغار ما مش كبر بسيف شللتهم قشرتهم وكرفشتهم في السكرفاج ودرت زوج حبات تعزرودية كما كون تشوفوها كاية قطحتها مربعات صغار ودرت حبيبة تعال باطاطا فقط ثاني قشرتها وقطحتها مربعات صغار كما كون تشوفوها كاية راح تجيها هذي تشخشوها تستقوني بنا وبالا أروع نحتاجه الفلفل حار كما حبيتو خياتي حبيتو ديروا فلفل حار حبيتو ما تديرو شيئ بالفلفل حار جيبنينا شوفو خياتي حبيبت القرعة درتو شحبت هنا يتالا كوجت قطحت هذاني مربعات صغيرة نحتاجه الملح ونحتاجه الفلفل اسود ونحتاجه العكري هذا ما كان وش نحتاجه في زيبيس حبو ضيفو الكوركم يعني لقل اللح بتو زيد وضيفو الكوركم كما كم تشوفو قنا الملح الفلفل الكحل والعكري وحنا قدرت ملعقة كبيرة طماظم وصبارة كما كم تشوفو وهنا يدرت مغارف ترشيل حمر يعني كان تخدمتو في الدار فلفل الدرسة يعني ترشيل حمر طيبتو وطحنتو وهنا نحتاجه الثوم أنا قدرت هنا خمس سنين تاع الثوم كنت هرز الثوم يعني في المهراز متاعي ولا تحبو تكرفجوهم وهنا نحتاجه القصبر يعني باش يجي بنينا نحتاجه القصبر وش نديرو خياتي نديرو الثوم بتاعنا كيم اكم تشوفو نديرو وندير الفلفل درسة كيم اكم تشوفو هكا خياتي باش نديرو تقليات تعنا ندير كامل مكوينة معا بعض الملح الفلفل لكحل الفلفل عكري كيم اكم تشوفو خياتي نديرو خضران تاعي ندير شوية قصبر وشوية نخليه في الاخير يعني نديرو في الاخير باش يزيد يتلق البنا حكا يتلق البنا في الثقل يو في الاخير نديرو الزيت ونضيف كامل خضران تاعي القرعا قد قم دوش حبيبات قد احتمو لبعد صغار كيم اكم تشوفو وقر نديرو تحبو مديرو بسحل شخشو خطع الخبز البيت كيجي حراجي بنينة كيم اكم تشوفو نديرو طماطم نديرو تحبو صغار وهنا ندرت سلمو غرفة طماطم مصبارة هكا اخياتي ندرت كامل مقاعدين نخلطها ونديرهم على نار قليلة ونخليها تتقل في غرضها شوفوا خياتي هنا يدرت الخبز نتاعي درت للماء كيما كنشوفو خياتي نشمخوه في الماء نفروع للماء وخلوه يتشمخ مليح مليح بعد ما يكون يابسح يعاود يطرا في الماء كيما كنشوفو خياتي هكاية ونخلي وها بجيح شوفو هاي لكم الخضران تاعي قلق لكم نقصت لها للنار وخليتها تتقلع لها قليلة ونخلطها خياتي كيما كنشوفو هكاية نخلطوها مليح مليح ومبعدي كتز نمرقوها بالماء تاعنا يكون سخون يعني نمرقها بالماء دافي ولا سخون ولا تكون حطيتو الماء دايما وقدام يسخون نمرقوها ونخلي والخضران تاعنا الطيب هاي لكم نمرقتها ونخلي الخضران تاعي الطيب في غرضها كيما كم تشوفو منين ذا كنخلطوها باش ما تلسق الناش شوفو الخبز التاعنا كيفاش او تشمخ مليح نعصرو هكا كيما كم تشوفو عصرو همليح مليح ونديرو في صفايا ثاني زد يقطر مليح كيما كم تشوفو هكا صدقوني والله العظيم هذي الاكلة في الشيتاء والله والله العظيم غير بننا ومت وندي غي بقدر نهب الخبز للبيت والله العظيم من الاكلات المفضلة لدي ما كون شاح نشارك ها معاكم بسح قلت كين بزاف ناس لي ما يعرفو هذي الوصفة كان جدات يدير هان والله العظيم من الاذ الوصفات جيب بزاف بننا كين ما كون شوفو خياتي صفيت كامل خبز متاعي حطيت ونروح نجوز للخضران متاعي هنا كنت نسيت مورد لكم شب اللي تمرقوها باش تدير يعني تزيد الماء تضيف الماء باش تضيف الخبز متاعكم يعني بعد ما الطيب الخضر تحكم تلقاوها باللي طاب تزيد الماء تزيد كمية على الماء نصف رتلة على الماء ولا رتلة ولا نحسب الخبز متاعكم خياتي كل وحدة والكمية لحد تدير ها ومبعد باش نضيف الخبز متاعنا يعني الخبز تاعنا حيزيد يشرب هذا كل ما ما الأفضل انكم تدير الماء شوفو خياتي بعد ما طابت هاي لكم نحيطها يعني مر كما كم تشوفو خياتي درت لها لقصبر ودرت لها زيت الزيتون من الفوق صدقوني صدقوني بنا ولا أرواح نتمنى خياتي نتمنى منكم تجربوها ونتمنى تنال إعجابكم وكما يقولون مع وصفات أخرى وهذه وصفات أجدادنا كانوا يديروها بكري أنا فكرتكم في خياتي كما فكرتكم أتفكروني بالجام وتعليق الشباب ولماذا لماذا تركتش في القناة عفوا نقولها فعلي خاصية للجارس وبرتاجي وخياتي بشتعم الفايدة ونقولكم مع وصفات أخرى إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه